سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد سبعينيات القرن الماضي تلك السبعينيات المظلمة بالأرواح التي أزهقت تحت التعذيب ووزعت السجن على مئات من المعتقلين سيعتقل محمد جرينا ويزج به في السجن بعد تعديب شميع جعله يخرج بعد أيام قليلة من اعتقاله جثة هامدة بعدما دخل وهو في مقتبل العمر ينضح بالحياة كان محمد منتميا حينها للشبيبة الاتحادية وكان من أبرز الشباب النشيط بها كما كان متحدثا باسم تلاميذ الدخليات التي يقطن بها كان شابا يافعا محبوبا في محيطه ومن أساتدته بسبب تفوقه الدراسي وأخلاقه أيضا وكان على قدر المسئولية إذ كان يعمل من أجل مساعدة عائلته وتدبير تكاريف دراسته محمد جرينا نجى من موت محقق عندما دمر زلزال مدينة أجدير بداية الستينيات من القرن الماضي لولا تدخل الجيران الذي أنقدوه ووالدته وكان يبلغ من العمر حينها سنة واحدة فقط كتب له عمر جديد بعد الكارثة ولكنه لم يكن عمرا مديدا إذ سينتهي مشواره في الحياة وهو يدرس في سلك الثانوية تخصص الهندسة المدنية كان محمد يخطو في مشواره بالثبات رغم الكبوات التي كانت تقف أمامه رغم ضيق ذات اليد والفقر الذي يلجم إرادة الإنسان كان نموذجا للتلميذ النجيب بشهادة أساتدته لكن ذات يوم سينذه والديه لمخفر الشرطة وعند وصولهما طلب منهما توقيع ورقة ولم يكون يعلمان بأنهما يوقعان على حياة ابنهما التي انتهت قبل أن تبدأ في عمر العشرين ربيعا غادر محمد جرينا تاركا وراءه إرثا من التضحيات التي يتذكره بها من جاوروه وهو في الشبيبة الاتحادية وهو يشارك في المهرجانات الخطابية وهو يتزعم التلميذ من أجل مطالب نقابية وهو يحاور باسمهم الإدارة من أجل التنازل وهو يكد ويشتغل طيلة اليوم من أجل توفير لقمة العيش كل مشاهد ضائعة ترسم ملامح شخصية لم يكتمل نموها شخصية اقتلعت من جذورها في أول المصار قال عنه عبدالرحيم بعبيد الزعيم الاتحادي كنت موضع إعجاب من طرف إخوانك وزملائك وأساتدتك الذين يشهدون بأخلاقك الكريمة وسلوكك المستقيم كنت أمثولة في الجد والنشاط والوطنية والدفاع عن الطبقات المتهدة أما ما أريد إلساقه بك من تهم ملفقة يريدون إلساقها بمنظمتك ذات يوم في سنة 1959 وحيث كان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ينفصل عن حزب الاستقلال ويبدأ مسيرته محمد جرينا رأى النور أول مرة بحي شعبي اسمه أغديس بمدينة أجدير سينشأ داخل أسرة مكونة إضافة إلى الأب والأم من ثلاث بنات وثلاث ذكور وكان محمد الولد البكر في العائلة وبعد عام من ولادته سيعصف زلزال دمر نصف مدينة أجدير ومات فيه الألاف من الناس في فبراير من العام 1960 لكنه نجى بمساعدة الجيران لتكتب له الحياة من جديد وفي نفس منطقته بحي أنزة شمال مدينة أجدير سيدخل محمد الكتاب لتعليم القرآن الكريم ثم سيدخل بعدها إلى المدرسة الابتدائية المختار السوسي بأنزة انتقل فيما بعد إلى ثانوية ولي العهد بمدينة أجدير كانت المسافة من حي أنزة إلى الثانوية بأجدير ثمانية كيلومترات ما جعله ابتداء من سنة 1974 يقضي العطلة الدراسية في الاشتغال في مختلف معامل أنزة خصوصا معامل تعليب السمك من أجل تحمل قسط من مسؤولية توفير المصاريف رغم صغر سنة وكان يشتغل من الصباح إلى وقت متأخر من الليل وذلك مقابل أجر زهيد كما اشتغل حاملا بالميناء في معامل الإسمنت وهو في القسم الرابع من التعليم الثانوي اضطر إلى النزول بدار الأطفال الخيرية بأجدير وبعد نهاية السنة الدراسية 1976 و 1977 توفق في دراسته خصوصا في المواد العلمية تم توجيهه إلى شعبة الهندسة المدنية حيث انتقل إلى ثانوية الخوارزمي بمدينة الدار البيضاء حضي محمد أنذاك بثقة من زملائه الداخليين فأصبح المتحدث باسمهم وحصل في الدورة الأولى من السنة الدراسية 78-79 على تشجيعات مع تنويه خاص لنتائجه الدراسية وحسن سيرته وسلوكه وإلى جانب تفوقه في دراسته كان أيضا عضوا نشيطا في الشبيبة الاتحادية ساهم أثناء الحملة الانتخابية التشريعية في نشر مبادئ واختيارات الاتحاد الاشتراكي وتعرض نتيجة لذلك على اعتداء بتاريخ 29 مايو 1977 أثناء تصعد الاحتجاجات بفلسطين ومع أشكال التعاطف بالمغرب تناول الكلمة باسم الشبيبة الاتحادية تجمع العام الذي عقد بمقر الكتابة الإقليمية بمناسبة يوم الأرض 30 مارس 1979 ادشارك في ذكر إحياء يوم الأرض الذي دعت إليه المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد مغادرته أجدير اتجاه البيضاء سيلقى القبض عليه بتاريخ السابع عشر من أبريل 1979 من داخل الثانوية الخوارزمي حيث دخلت قوات الأمن إلى الداخلية الثانوية منتهكة حرمة المؤسسة بعد الأشكال التي كان يقوم بها التلاميد تضامنا مع الشعب الفلسطيني سيتعرض محمد جرينا اليافع حينها للتعذيب والاستنطاق بمركز الشرطة وكانت قد اعتقلت من قبله أخته فاطمة جرينا يوم الخامس أبريل لتدلي بمعلومات حوله وعلاقته بالتنظيم وتحركاته وفي الثالث والعشرين من أبريل 1979 بعد ستة أيام من التعذيب تم تقديمه للمحاكمة وكانت علامة الإنهاك بادية عليه طلب الدفاع بعرضه على الطبيب لإجراء الفحص إلا أن النيابة العامة واجهت الطلب بالرفض لكن جسد جرينا المنهك لم يستطع الصمود إذ سيلفظ آخر أنفاسه بتاريخ الرابع والعشرين من أبريل 1979 ليتم طي ملفه بدون أي تحقيق لتظل حقيقة مقتل محمد جرينا بدون أي توضيح غادر محمد جرينا الحياة وهو في مقتبل العمر وكان شابا مشهودا له بالاستقامة والسلوك الجيد والتفوق الدراسي ولكن مشواره النضالي وقف عقبة أمام إكمال مصار حياته وتحقيق طموحات عائلته الصغيرة وغادر قبل أن يحقق حلمه في أن يصبح مهندسا وفي أن يرى فلسطين حرة ويرى بلده بدون طبقات كانت هذه قصة محمد جرينا رحمة الله عليه نأمل أن تكون قد نالت إعجابكم وفي الأخير لا تنسوا دعم هذا المقطع بلعك ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد السلام عليكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في لعشان يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا جم ترجمة نانسي قنقر